إذن هذه المأساة التي نسعى دائما إلى الوصول إلى خاتمة سعيدة بإذن الله ونحن اليوم وضعنا إيدنا بإيد مراجع رسمية في البراغوي ومراجع كمان من خلال صدقات وجمعيات إنسانية كمان صديقة لإلنا رح نبذل أو ننرح نبذل كل ما بفي وسعنا للوصول إلى على قليلة هل أهل يعرفوا ما إذا كان ابنه هو لا يزال على قيد الحياة أو لا سمح الله قد توفي معي مجددا داخل استوديو سارة الخشن والدة المفقود وائل ومعي أيضا السيدة رولا ضية وهي ناصطة اجتماعية بين البراغوي والبرازيل وهي عقيلة سفير البراغوي السابق في بيروت سعدة السفير حسن ضية الموجه له تحية كبيرة بينما كان أيضا يجب أن يكون معنا على الهواء مباشرة سعادة القائم بأعمال سفارة البراغوي في بيروت فرناندو طريدي ولكن لأسباب طارئة تغيب يبدو ميلاد بس معي اتصال من الولايات المتحدة الأمريكية خليني بس شوف لأنه يبدو بخصوص علي أنا عم بسمعك وفا بس ياريت بتقوليلي شو اللي أنا وياكي على الهواء بس ياريت بتقوليلي شو اللي بدك توصله ونحنا رح نطلبك بعد شوي اوكي صحيح صحيح مظبوط اوكي يعني من خلال جمعية تكون اللي هي اللي هي اللاوت سبيكر ما رح ما رح يسمع مظبوط اوكي انا رح وصل لهذا الموضوع ونتوصل نحنا وياكي رحعطي رقمي خلال البريك بيحكوك ومناخد التفاصيل وفا شكرا لألك مرسي اذا كان معنا السيدة اللبنانية الامريكية وفا كنعان مباشرة من الولايات المتحدة وفا اللي كانت عم المؤسسة تابعهم كانت عم تهتم بالطفل حسن بلحص ايضا اللبناني اللي قدرنا كمان مع وفا وايضا من جمعيات لبنانية انه نساعد بشكل كتير كبير وفا عم بتقول انه هني رح كجمعيتهم رح يقدروا يساهموا بشكل كتير كبير وحاولوا بشكل كتير كبير من قصة من الايصال علي اذا قدروا للمستشفى اللي بتقدر انه تأمن هذا العلاج ونحن رح نتواصل معهم باذن الله نعود الى موضوعنا وهو موضوع وائل بالحلقة الماضية ظهر بعض او ظهرت بعض الاشاير انه وائل ترك البرازيل تأكدته من دخوله الى البراجوي فقد بالبراجوي ما عندكن اي دليل لا اذا موقوف او على قيد الحياة او لا سمح الله قد توفي باستثناء خبر وردكن عن جثة محروقة وجدت بمكان ما في البراجوي قيل انه ممكن تكون لابنكن ثم قالوا لكم انه لأ لشاب هو دفن بمدافن بنت جبيل فرحنا على مدافن بنت جبيل اطلعنا على كل التقارير وعلى كل السجلات فما بين في شيء شو المعلومة الجديدة اللي بينت معك خلال هادا الاسبوع بعد ظهورك معنا نعم بداية انا بحب اشكرك استاذ توني على اهتمامك ازايد بقضية ابن واقل وبشكر مدام رولا لوقوفها بجانبه وهلأ حضرتها هي بتشرح شو عم تتصرف وشو عم تعمل بالبراجوي بالنسبة لقضية واقل فنحن خلال الحلقة السابقة اتصل فينا احد الاشخاص وقالنا انه وحيد يوسف ملحم هو موجود بمنطقة كوريتيبة مين هو وحيد يوسف ملحم وحيد يوسف ملحم هو انسان مطلوب لده السلطات باللبنان وباكتر من دولة بالعالم نعم انسان يعني خارج عن الشرعية باعماله طيب شو علاقته بابنك ابن بيولا واقل كان امر سجن جبجنان وهيدا المدعو وحيد يوسف ملحم كان مسجون عند جمال جمال كان كتير يساعده بالسجن فبيقوله لرفيق واقل انه انا رايح لعند شخص كان بابا يساعده لما كان مسجون هذا اللي نحنا خلينا نشك انه هو نفسه والشخص اللي اتصل بواقل اربع اتصالات على البرازيل خلق بيان معنى انه وحيد موجود بسجن بكوريتيبة بكوريتيبة علينا نتأكد فاذا من هذا الموضوع انتي بعدين بس بدي يعلق على موضوع ساعة القائم بالاعمال التالي لما خبرتيه قصتك عطاكي حنان الام انا بصدق من قلبي من جوا انا بوجه له شكر وتحية تحية واحترام لشخصه الكريم انا لما صرت ابكي اه كتير ادايا وحسات بهاطفة امومي يعني عن جد انه حسات انه فيه حدا حدا يعني شعرت فيه صاري يقول لي لا سنيورا نو نو انه ما بدي وما بده يشوفني عم ببكي قلت له انه انا وضعي الصحي كذا 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 قال لي ان شاء الله قريبا انه راح نساعدك ورح نبدل جهدنا ورح نعمل قصارى جهدنا انه نوصلك ونسفرك على البرازيلة تشوفي ابنك طيب وان شاء الله يالك اذا الدور الرسمي لهذا الموضوع ستقوم به سفارة البراجوي في بيروت انما الدور الانساني الاجتماعي كان عندنا محطة سابقة من خلال السجون كان بين مدام رولاذية وبين فريق عمل زميل لالنا انه تليفزيون الحدود اللي هو بين سي علي فرحات هو برازيل ولا فارغوي تليفزيون الحدود على الحدود على الحدود هذا سبب اسمه تليفزيون الحدود وعن بيجبوننا يعني راح يتابعوا على الارض كل التفاصيل واذا استدعت الحاجة حدا من حضرتكم يروع على البرازيل كمان في ناس تصلوا وابدوا كل استعداد انكم تكونوا موجودين كمان قال لي انه اي وقت نحنا راح نلاقي نعم اي خبر عن وائل نحنا راح نصفركم نعم وكل شي نحنا نتحمل مسؤوليت رولاذ حضرتك تابعتي الحلقة الماضية وعم بتتابعي هذا الموضوع وقعدت مع سارة برأيك شو ساير معه لوائل وانت عشتي على يعني اذا عشتي على هالحدود بين البرازيل وبين البرازيل هل صحيح انه هناك مافيات موجودة بتلك المنطقة تستعمل الشباب اللبناني والعربي بتغرر فيهم انه بيعطوهم كميات صغيرة من المخدرات يعني بيبلعوهن ياها ولما ينتقلوا بشكل من الحدود الى حدود اخرى بيعطوهم ادوية مسهلة بيوجعوا بيستخرجوا هالمواد منهم وبيصير كل فترة يزيدولون الدوز لو بيوصل اخر شي الكمية اللي بيبلعوهن ياها انه ما بقى تطلع من جسمهم فبيضطروا الى بياخدوهم الى غابة معينة بيشقوهن بيستخرجوا منهم الكمية المخدرات ومن ثم بيبعوهن اعضاؤن هاي دي معلومات بتعرفي بيجي تليفونات وبتوصل هل مظبوط هذه المنطقة فيها هذا النوع من الامور اول شي مساء الخير توني بدي اقول لك شي المخدرات هي قافة موجودة بكل انحاء العالم منا بس بالبراجواي منا بس بالبرازيل بالبنان للأسف عم نشوف حالات ومكان انا عم نقول هل في هذه الظاهرة تمعتو فيها عشت 12 سنة ل 13 سنة على هاي دي الحدود ما بحياتنا شفنا اي شي من هاي دا اللي عم ينحكى على العكس الجالي كل ما عم تكبر كلهم عايشين بمحبة بسلام كله بيركد لشغله لحتى يقضي حاجاته لانه انا بستشهد بكلمة السفير كان دايما يقولها انه الشباب عم تهرب من المجهول خوفا من العدم لانه شباب اليوم للأسف وانا بحمل المسئولية اسمح لي اقولها وهيدي بغصة يعني بحمل المسئولية للمسئولين هون بلبنان شبابنا كله عم بيهاجر وعم بيهاجر يمكن اوقات ما بيعرفوا لوان وما بيعرفوا شو فيه فعم بيسافروا لشي مجهول خوفا من العدم اللي هني عايشينه فقفت المخدرات هايدي موجودة وان ما كان قديش مصدقيتها ما بيعرف فيش يعرف بمسلس الموت على الحدود البرازيلية لفارغوي مسلس الجمال ومسلس السلام ومسلس شللات الكاتاراتاس نحنا زملائنا بتليفزيون الحدود بعتو لنا بعض لقطات مخصصة لانه هم بقلو لنا ست ساعات تبعد المنطقة اذا بدون يروحوا على كوريتيبا كمان بدون وقت هايدي بدي انا وطحطوني نحنا الحدود نحنا ضايع اسمها سيودات دي ليستي وفوز دي واسو هايدي الحدود لبرازيل عندها عدة حدود مع البراغوي عام بنشوف صور منقولي عن تليفزيون فرانتيارة هايدي شو هاي هون الصورة هم نشوفها هايدي بين سودات دي ليستي وبين فوز دي واسو هايدي الحدود اللي انا عملك عنا مترح ما نحنا عايشين اوكي يعني هايدي اللي بيقطعوا عنها هايدي مش مترح ما واقل اختفى مترح ما واقل اختفى بعيدة عن هايدي الحدود تقريبا شي ست ساعات بالسيارة خمس ساعات ونص ساعة بالسيارة اسبوع المقبل ازلالارد رح يكون معنا رح يكون في اليوم السبت استاذ علي فرحة بوجه له تحية كمان كبيرة اليوم السبت هو كان متوجه لهونيك عم بيعمل ريبورتاج عن المنطة عن بيدر اخوان وين اختفى وائل عم يسأل شباب مين لانه استاذ توني بيومين ما قدروا ابدا يسافروا علي نحنا نحنا تبلغنا بيعني اي وشكرا لانك كن قدرتوا امنتوا هيدا الموضوع وبدي اشكر كمان ساعات بالقائم انا اذا تسمح لي بدي اقلك بس انتي جاي لا تعلني شي اليوم انا اللي بدي اقلك ايه انه العمل على قضية وائل عم تنشغل بشئين نعم الشئ الرسمي اللي بشرته في حضرتكم مع القائم بالاعمال البراجواي واللي انا على ما اعتقد يعني انه ناقص شوي ان كان بغلط ولا ان كان بغير غلط اللي هو انه المفروض كان يكون اخبار من بعد ما نشرت هيدا القصة وانحكى فيها هيدا مواطن لبناني هيدا مسئولية الدولة اللبنانية تبحث عنه وزارة الخرجية وزارة المغتربين فانا بدك تسمح لي عن طريق بروغرامك بوجه دعوة او بوجه لوزارة الخارجية نداء بالزبط وكمان ست سارة انا بتمنى عليك تتوجه الى معالي وزارة الخارجية نعم وتحطي بمساعدتنا كلنا بنحطها الملف بايدين وزارة الخارجية خليتبع بس ادرفتوا منك كارولا انه انت اليوم هون لتوكيل محامدين بالزبط هالا الشئ التاني الشئ الرسمي اللي عم تشتغلوا عليه الشئ التاني يلي هو وكلنا الدكتورة انيسي الغزاوي بميلة البراجواي والدكتورة علي حميد بميلة عفوا انيسي الغزاوي بميلة البراجواي وعلي حميد بميلة البراجواي ليتم التنسيق بيناتهم لتولي ملف واقف وهو طبعا يعني هو طبعا اكيد 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 من الدكتورة انيسي ومن الدكتورة علي حميد واليوم دكتورة انيسي هي بكورتيبة لنقدر نحصل على اذن موضولي بكورتيبة واذا نحن راح نتابع معكم حلقة بحلقة بكل امل بكل امل ودعاء انه النهاية تكون سعيدة يجيك الخبر الحلو واتفضلي بسرعة شوية لانه خلص الوائل احبت اقول لك ياها استاذ توني بالنسبة لابني واقل وللمدعو وحيد يوسف ملحم في علاقة بينه وبين شخص منبعلبك اذا بدك بقللك اسمه تحت الهواء وبنبعث لك رأي تليفونه هيدا بيتعامل معه ببعث له مخدرات كمان لا لا ما بدنا نفوت بهيدا الموضوع بس بدي اقول لك قال له كنت محمل شاب لبناني مخدرات وفجروا ببطنه اغطرات قرفنه بالبرزين بفترة موائل اه يعني الخبرية اللي نحن خبرنيها يعني ممكن تكون مزبوطة ايه ممكن طيب انا نحن ما بدنا نحن بهمنا وائل نعم نعرف مصير وائل وين هو نعم نعم شكرا لإلك ولإلك شكرا كمان شكرا لإلك كارولا شكرا لسعادة القائم بالأعمال ما هو التالي ونتابع